اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على همية مواصلة تعزيز وتطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين ومواصلة تبني المبادرات الداعمة لذلك مشيرا سموه الى ان تطوير الخدمات المالية والمصرفية المركزية عملية مستمرة من خلال توظيف الابداع والابتكار بها بما يسهم في تعزيز تنافسية ومكانة البحرين كمركز مالي عالمي وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظة مصرف البحرين المركزي وذلك لرفع تقرير نتائج عمليات المصرف لعام 2022 إلى سموه حيث أشار سموه إلى الدور المحوري الذي يطلع به مصرف البحرين المركزي في التنمية الاقتصادية للبحرين ودعم الاستقرار المالي وكل ما مشانه تعزيز استدامة القطاع المالي والمصرفي وتحقيق الأهداف المنشودة من جانبهما أعرب رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي ومحافظ مصرف البحرين المركزي عن شكرهما وامتنانهما لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتطوير القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في فتح أفاق أكبر من التقدم والتطور لمملكة البحرين اشتركوا في القناة